موسيقى طالب الفلسطينيون الاتحاد الأوروبي بالتراجع عن بيانه الأخير الذي يعتبر مقاطعة منتجات المستوطنات ومقاطعة إسرائيل تجاريا مسألة غير إلزامية وخضعة لخيار الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ويرى الفلسطينيون أن الاتحاد الأوروبي يتجاهل معاناة الشعب الفلسطيني لصالح الحفاظ على أمن إسرائيل كمنطلق لأي تسوية سياسية ويتبنى الخطاب السياسي الإسرائيلي لم يهدأ بال إسرائيل حتى استطاعت قلب المعادلة الأوروبية لصالح موقفها وسياستها بعد أن كانت حملة المقاطعة الأوروبية واسم بضائع المستوطنات في أسواق دول الاتحاد الأوروبي كابوسا يلاحق حكومة نتنياهو ويحاصرها ويعزلها دوليا مكالمة هاتفية واحدة بين نتنياهو ومسؤولة السياسة والأمن في الاتحاد الأوروبي فدريكا موغريني كانت كفيلة بتغيير حتى الخطاب السياسي الأوروبي وإغفال الإتيان على ذكر الاحتلال أو حدود 67 حسب عضوة اللجنة التنفيذية حنان عشراوي هناك انتهاك حتى وتغيير في المواقف والسياسات التي تبنتها أوروبا على مدار السنين مثلا هناك رفض للحديث عن الاحتلال وكأنه لا يوجد على الإطلاق هناك إغفال عن ذكر حدود 67 بشكل مدروس نطالب بنفي ما ورد في هذا البيان والتراجع عن هذه المواقف وجهة نظر فلسطينية أخرى رأت أن حملات المقاطعة الأوروبية لا تزال محافظة على مسارها وستطاعت أن تكبد إسرائيل خسائر تجاوزت 30 مليار دولار العام الماضي أنا لا أعتقد أن الاتحاد الأوروبي تراجع أبدا الذي تراجع هو نتنياهو وإسرائيل اضطر أن يتراجع لأنه معارضته لموضوع وضع علامات فالق على بضائع المستوطنات لم تنجح معارضته لقرار الاتحاد الأوروبي بمنع انطباق اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي على أراضي المحتلة أيضا لم تنجح وهو الذي اضطر أن يتراجع ويعيد العلاقات مع الاتحاد الأوروبي بعد أن أوقف الاتصالات معهم وحسب مراقبين فلسطينيين فإن تغييرا خطيرا طرأ على سياسة الاتحاد الأوروبي بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وصل حد سعي بريطانيا على سبيل المثال لسن قانون يجرم أي مؤسسة أو منظمة مدنية تقاطع إسرائيل مرة أخرى تطغى لغة المصالح على لغة العواطف في السياسة ما جعل الاتحاد الأوروبي يتراجع خطوة إلى الوراء في إطار مقاطعة إسرائيل تجاريا وأكاديميا ويساوي في خطابه السياسي بين الفلسطينيين وإسرائيل ما يضع علامة استفهام كبيرة حول تدويل القضية الفلسطينية من البوابة الأوروبية خاصة الدعوة إلى مؤتمر دولي في رسلوت في سكاي نيوز عربية رام الله الآن نعود إلى موضوعنا في غرفة الأخبار المتعلق بالنفط فمنذ عقود كانت الدول المصدرة للنفط ترفل بنعيم الأسعار المرتفعة للنفط الخام التي تجاوزت مئة دولار للبرميل وكانت هي وشركات التنقيب عن النفط تحقق أرباحا بمليارات الدولارات لكن منذ عام 2014 بدأت أسعار النفط بالانحدار وفقدت تلك الدول والشركات المليارات وهو ما أرغمها على اتباع سياسات قاسية في مجال الانتاج والتصدير نهيكة عن تأثير ذلك على ميزانياتها الوطنية وتداعيات ذلك على حياتي ورفاهية سكانها أمام ذلك تجد دول مثل السعودية وروسيا وقطر وفنزولا نفسها مضطرة للقيام بإجراء ما لوقف تداهور الأسعار وأمام استشعار خطر ذلك على اقتصاداتها توصل وزراء نفط تلك البلدان في اجتماع الدوحة إلى اتفاقنا على تجميد مستويات الانتاج عند تلك في يناير الماضي على أمل أن يساهم ذلك في إنعاش هذه السوق من جديد ويعيدها إلى سابق عهدها لمناقشة هذا الموضوع معنا من الكويت الخبير النفطي الدكتور محمد الشبطي مساء الخير دكتور محمد مرحبا بك معنا في غرفة الأخبار ما رأيك اجتماع الدوحة السعودية روسيا وفنزولا قطر يحاول التوصل إلى صيغة لخفض الانتاج لتجميد الانتاج وضعه عنده مستوى معين لمنع مزيد من التدهور هل ستنجح هذه الدول في تحقيق ذلك برأيك؟ بلا شك اجتماع الدوحة أوجد أجواء إيجابية في السوق النفطية لأنه يعني في النهاية أن هناك جهود وتعاون ما بين المنتجين سواء من داخل أوبك أو خارج أوبك من أجل إيجاد حلول للسوق النفطية وبالتالي إعادة التوازن وإعادة التوازن ليس بالأمر سهل يعني أمر معقد بدأ من يونيو 2014 وإلى اليوم في فائض في السوق النفطية ومعالجة هذا الأمر ليست بسهولة التي يتصورها البعض لأن المشكلة أن من يتعلق بذلك هي الدول من خارج أوبك وداخل أوبك فبلا شك أنها أعطت أجواء إيجابية دفعت وساعدت أسعار النفط للتعافي ولو بشي قليل السوق طبعا داخل هذا الاجتماع خرجنا بخارطة عمل لإعادة التوازن للسوق النفطية سواء بالنسبة للاتفاق على تجميد الإنتاج بحيث يكون على أساس شهر يناير أو بغدا سيقوم معالي الوزير القطري ومعالي الوزير الفنزولة بزيارة إلى إيران ثم إلى العراق ثم إلى بقية المنتجين من خارج أوبك من أجل هذا هو السؤال دكتور الشطي يعني ما الذي سيقنع الدول من خارج هذه المجموعة أو حتى من خارج أوبك إلى الالتزام بهذا الأمر إيران على سبيل المثال إيران على الأغلب لن تلتزم بهذه القرارات وكما يتوقع الخبراء ستستمر في تسعى لزيادة إنتاجها بحوالي نصف مليون برميل يوميا العراق أيضا كما يتوقع البعض ربما لن يلتزم ما الذي يجبر الدول الأخرى على الالتزام؟ هو بلا شك أمرين الأمر الأول أن في مصلحة هذه الدول الالتزام من أجل رأينا أن الأسعار نفط خامل إشارة برينت هبطت إلى قريبا من مستوى 25 دولار للبرميل وهذا مضر بلا شك في كافة الدول فهناك جدوى أو دافع أو درايفر اقتصادي لهذه الدول للالتزام كذلك من الأشياء التي خرجنا فيها من اجتماع الدوحة هو تشكيل لجدة مراقب الإنتاج برئاسة معاي الوزير القطري وفعليا سيكون فيها دول من داخل وخارج أوبك من أجل متابعة مدى التزام هذه الدول وهذا أيضا قبول في مثل هذه اللجنة أيضا يؤكد حسن النواية لذلك رأينا قبل الاجتماع وما بعد الاجتماع تعافي طفيف في أسعار النفط بانتظار الخطوات الأخرى وأنا لا بد أن أؤكد هنا صحيح أن هذه الخطوات ربما لن تغير شيء ولكن على الأقل تؤكد وتبني أواصر الثقة ما بين المنتجين ينتقل بعدها بعد أشهر ربما بعد ستة أشهر على الأقل نبني طريق من أجل الخروج باتفاق حقيقي يؤدي إلى خفض الإنتاج وإعادة التوازن للسوق النفطية بالنسبة لإيران بلا شك وضع إيران يمثل تحدي أمام الوصول لأي اتفاق لأن إيران عادت من 17 من 16 واحد 16 يناير 2016 إلى السوق النفطية ومن مصلحتها بعد أن توقف إنتاجها أو زيادة في إنتاجها بتقريبا ما يقارب مليون مليون ونصف لمدة سنتين أو ثلاث سنوات السابقة بسبب الحظر الآن تريد ومن حقها تريد العودة ولكن أيضا إذا رأينا للتوافق من مصلحة إيران الدخول في مثل هذا الاتفاق لأن في النهاية يعني إيرانات أعلى وإنتاج أقل طيب لو أخذنا الدول التي تنتج كميات كبيرة نسبيا الولايات المتحدة روسيا المملكة العربية السعودية دول تنتج بهذا الحجم أليست هي الدول التي تؤثر أكثر على السوق وبالتالي إذا هي قررت خفض الإنتاج أو تجميد الإنتاج سيتأثر السوق بشكل أكبر مما إذا كان العراق على سبيل المثال سيجمد أو إيران أو دول أخرى ما رأيك في ذلك؟ أيضا لننظر بتفحص لهذا الموضوع لما نتكلم عن الإنتاج من خارج أوبك وبالذات في الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن أن يخضع ضد التشريعات الأمريكية ولا تستطيع الشركات هذه أن تجتمع وتقرر خفض الإنتاج لكن في حقيقة الأمر من 2014-2015 إلى اليوم هناك انخفاض في معدل النمو النفط من خارج أوبك نمى بتقريبا مليونين وخمسمائة في 2014 في 2015 نمى فقط بمقدار 2400 في 2016 المقدر حسب التقديرات كلها أن يشهد لأول مرة انخفاض بمقدار يتراوح ما بين 400 إلى 800 ألف برميل يومياً ويستكمل هذا الانحدار في الانتاج من خارج أوبك أيضاً خلال 2017 فبالتالي هنا بسبب ضعف الأسعار هناك انخفاض حقيقي غير مقرر ولكن سيكون بسبب ضعف الأسعار من خارج أوبك بالنسبة لروسيا أيضاً دخلت كعضو يريد أن يساهم في إعادة الاستقرار السوق من أجل مصلحته بالنسبة لدول خليج أو دول أوبك هي أصلاً دورها إعادة تنظيم الإمدادات في السوق النفطية ولها تأثير كبير على السوق نرى أنه فقط كان قبل أسابيع كان فقط تعاون ما بين دول أوبك أو كلام عن تعاون رفع الأسعار بمقدار 10 دولارات للبرميل الآن المملكة العربية السعودية تدخل بقوة في إطار التفاوض مع روسيا ومع الفنزولة ومع قطر فهذه الجهود بلا شك سيكون لها تأثير إيجابي وبدأ فعلياً ولكن السوق يريد أن يتابع إلى نهاية الطريق غداً ممكن تتكشف أن يستطيع الوزير الفنزولي أن يقنع الجانب الإيراني لأن المصاحة الجماعية يعني نصلاح استقار الأسعار وإعادة التوازن للسوق النفطية على مراحل لابد أن أؤكد أنه طب ماذا ليس لك عن هذه النقطة دكتور محمد عندما تقول إعادة التوازن إلى السوق النفطية من الذي يحدد ما هو هذا التوازن من الذي يحدد ما هو السعر المعقول أو المنطقي أو المقبول أو المناسب يعني هذه مسألة يجب أن تترك للسوق أليس كذلك وفعلياً هي ستترك للسوق كيف تترك للسوق إذا كانت هناك أطراف تتدخل في القوى المؤثرة على السوق تركنا استراتيجية أوبك في 27 نوفمبر 2014 هي ترك الأمور لديناميكة السوق وأساسيات السوق وعامل السوق من أجل تحديد الأسعار وفعلاً حدث أن الأسعار انخفضت من تقريباً 110 إلى تقريباً 25 دولار لنفط خام برينت وهذا الذي حدث أن تغيرت على الأقل أنماط التجارة وجدنا إيقاف أو تأخر في مشاريع كثيرة لنفط جديد وجدنا خفض في الإنتاج من خارج أوبك فصار في إعادة التوازن من أجل أن تعود أوبك وتأخذ حصة أكبر في السوق حدث الآن إنتاج أوبك خلال 2015 وصل إلى تقريباً 32 مليون برمليوبياً وهذا بحد ذاته يعني على الأقل زيادة في مقدار مليون أو أكثر مليون وتعني أن استراتيجة أوبك موفقة وقعد تحقق أهدافها عنا حوالي دهيقتين دكتور شطي عنا المشاهد عبد الحكيم زريابي يقول هناك عوامل كثيرة غير اقتصادية لها تأثيرات على أسعار النفط مثل الصراعات والحروب البعض يعتقد بأن كل هذه المسألة انحدار هذه أسعار النفط بهذا الشكل هي كان سببها الأساسي ربما أغراض سياسية استخدام النفط كأداة لتحقيق أهداف سياسية ما رأيك في هذه النظرية؟ شب أنا نبدأ بالنسبة لهبوط أسعار النفط في 2014 بلا شك باتفاق جميع المراقبين كانت بسبب النفط الصخري من الولايات المتحدة الأمريكية وارتفاعة بشكل يفوق الطلب وانتهى العام بفائض كبير إنتاج أوبك في هذه الفترة نقص بتقريبا 200 ألف فبلا شك أساسيات السوق هي التي فرضت نفسها لكن هذا لا يعني عدم موجود أي عوامل سياسية تؤثر في أسعار النفط لكن ليست هي الدرايفر أو المحرك للهبوط الذي رائدة هناك عوامل سياسية هناك حتى الأسواق الآجية والمضاربين لهم دور كبير في تسريع وتيرة هبوط الأسعار خصوصا في الربع الأخير من 2015 إلى بداية 2016 بداية على انطباعات لدي المضاربين بالنسبة لضعف الاقتصاد الصيني وبالنسبة لضعف الاقتصاد الصيني وتأثيراته على الاقتصاد العالمي وممكن عودت السيناريو 2008 حدود ركوت حقيقي في الاقتصاد حرك المضاربين وهبطت شجع حركة البيع وهبطت الأسعار بشكل كبير أنا أعود وأقول هنا المحرك الأساسي هي عوامل أساسية لكن هناك عوامل ساعدت في التسريع سواء عوامل سياسية أو عوامل تقنية التي هي فنية في التعاملات في الأسواق الآجلة شكرا جزيلا لك الدكتور محمد الشطي الخبير النفطي كان معنا مباشرة من الكويت إلى هنا مشاهدين ملفات غرفة الأخبار غدا موعد جديد وملفات جديدة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر